في اسبوع حافل بالنشاطات المرورية تحتفل مديرية المرور العامة بمرور 37 عاما على عيد تأسيسها ليشمل اعداد خطة شاملة لكل محافظات العراق بهدف نشر الوعي المروري بما يضمن تدعيم العلاقة بين هذا الجهاز الحيوي وجميع شرائح المجتمع كذلك يتضمن هذا الاسبوع العديد من الفعاليات من خلال القيام في القاء بعض المحاضرات من بعض ضباط الاقتصاص في بغداد والمحافظات على بعض دوائر الدولة والجامعات والمعاهد وبعض الدوائر في المجتمع المدني والتي من شأنها تبصيرهم بالمخالفات المرورية وما ينتج عنها وكذلك تبصيرهم بالحقوق والواجبات لمستخدم الطريق سواء كان من سائقين المركبات أو المشات أو من الراكبين وكذلك القيام جميع مديريات المرور المحافظات بالتنسيق مع الدوائر من أجل إنجاح عملية المسيرة الآلية في جميع محافظات العراق والتي ستشارك فيها جميع الآليات المستخدمة في دوائر المرور والدوائر الشرطوية الأخرى بداية أبارك السيد القادر العام للقوات المسلحة وزير الداخلية بأسبوع المرور العالمي وبارك للسادة مسؤولين مرور بهذا الأسبوع وأخواني ضباط ومنتسبين مرور ومنتسبات المرور وضابطات المرور وجميع الموظفين العاملين في مديرات المرور العامة والشعبنا العراقي والسائقين ونتأمل دائما تعاونهم ويانا وإن شاء الله أعددنا برنامج حافل خلال هذا الأسبوع منها المسيرات المرورية التبرع بالدم زيارة دور الأيتام أيضا تكريم دوي عوائل الشهداء وهذا أهم شيء عندنا يعني الشهداء المروري اللي ضحوا بحياتهم من أجل بناء النظام المروري بناء بلدنا إن شاء الله أكيد نتمنى أن نكون ضمن مستوى الطموح وهذا ما نسعى له برنامجنا رح يكون مستمر بدينا تقريبا بعد 2003-2004 من حالة الصفر أو 10% إن شاء الله نقدر نصل إلى 90% أو 100% إن شاء الله بتعاون المواطنين ويانا بتعاون السائقين وبتعاون رجال المرور مع المواطنين في نفس الوقت كما شارك بالاحتفال في هذه المناسبة بعض المواطنين بتقديمهم باقات التهنئة لرجال المرور أهني بالبداية المرور مديرات المرور العامة بمناسبة أسبوع المرور ودورهم بالشارع جيد جداً لنلاحظ والله وحركة السير حلوة يعني ومطبقين القانون بشكل جداً صحيح يعني الأولى هم ما تمشي الشوارع شغلهم جيد وهم ينضمون السير منتازين والله بالله والله نهني المرور يعني المرور البارحق أصل وصل يباوي البارحق أصل وصل يباوي ونزولاً لدى رغبة المواطن الأخير تميز هذا الأسبوع المروري بعدم توجيه غرامات مرورية للمخالف والاكتفاء بالتثقيف والتوعية والإرشاد متمنين أن تكون جميع أيام السنة أسبوعاً مرورياً بامتياز لقناة الرشيد ماجد حميد بغداد ترجمة نانسي قنقر